إلى الواجهة تعود مجدداً المواجهات في مديرية حيفان وتحديداً في منطقة المفاليس جنوب غرب المديرية التي تشكل عقبة مضنية أمام محاولة الميليشيا التقدم فيها نحن واقفين أمام تسللت الحوثي وصالح الذين أكثر من عدة مرات يتسللون إلى هذا الموقع وإلى عدة مواقع في هذه المواقع هنا عند البوابة الشمالية لقرية الهجمة ومفرق السبود كسرت قوات الجيش الوطني عدداً من هجمات الميليشيا خلال الأيام القليلة الماضية وتمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من التصدي لتسلل عناصر الميليشيا التي حاولت التوغل في المنطقة بهدف السيطرة على مواقع حيوية داخل المديرية تحركات الميليشيا ومحاولاتها المتكررة دفعت قوات الجيش الوطني والمقاومة إلى الرد سريعاً حيث شن أفراد الجيش الوطني هجوماً عنيفاً على تجمع للميليشيا في منطقة العذير شمال منطقة المفاليس إخفاقات الميليشيا في السيطرة على بعض المواقع دفعت بعناصرها لقصف بعض القرى الواقعة في نطاق المواجهات وهو ما يشكل تهديداً مباشراً على حياة المدنيين الذين تطالهم القذائف متسببة في الوقت ذاته بنزوح العشرات بعد أن ألحقت بممتلكاتهم خسائر كبيرة ترجمة نانسي قنقر